لو بيدي يا حيين كنت بالأمك وتوسد وياك وسباحي بدمك يا ابنمي يا الحال الأجل بينك وبيني بصوت الموت بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المسمى بالسماء بأحمد وفي الأرض أبو القاسم محمد صلى الله عليه صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله سادتي ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إلى حصنكم أنتم باب الرحمة ونجاة الأمة يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج المولى صاحب الأمر لشفاء المرضى لقضاء الحوائج للرحمة للموتى لعافية الأحياء لتفريج الهموم والغموم عن شيعة أمير المؤمنين أرفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد محمد وآل محمد قبل الدخول في البحث أو بالمحاضرة وردت بعض الأسئلة وأنا أرجوكم أخواني اللي عنده أي سؤال بعد هذه الليلة سوف أؤجل الأسئلة إلى الليلة الأخيرة يعني إلى ليلة الثالث عشر من شهر محرم الحرام فأرجاء اللي عنده أي سؤال يقدم حق إدارة الحسينية وإن شاء الله في الليلة الأخيرة التي سوف أرتغي بها المنبر أتشرف بها في هذا المكان في هذا المنبر سوف أجزء نصف للجابة على الأسئلة والنصف الآخر إن شاء الله للمصيبة هي مصيبة دفن الإمام الحسين عليه السلام فرجاء من الأخوة والأخوات اللي عنده أي سؤال يقدم إلى إدارة الحسينية لأني سوف أمتنع عن إجابة الأسئلة لتدار كل وقت خصوصا في الأيام القادمة جزاكم الله خير للجزاء ولكن بما أنها قد وقعت بين يديي الآن وشددوا علي بالإجابة إن شاء الله أستجيب لكم قبل ذلك السلام عليكم ورحمة الله بعد الإطراء كذا هالشكل جزاكم الله خير وأنا لا أستحق هذا الإطراء الذي قد قدمتموه بعدين يقول نحن مجموعة من إخوانكم أبناء السنة والجماعة من النساء والرجال نحضر إلى مجالس الحسين أهلاً وسهلاً بكم أولاً الحسين عليه السلام ليس فقط للمسلمين نحن سواء أخوان سنة أو الشيعة كلنا إحنا أخوان يا مؤمنين لا فرق بين سنيين ولا شيعيين أنا أعيد وأعلنها مراراً وتكراراً كلنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلنا نحب محمداً وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذي قلبه يتشرب ويحب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فأحنا يا أخوان الإمام الحسين أهلاً بالسنة والشيعة الإمام الحسين ليس حكراً على الشيعة وليس على السنة الإمام الحسين شخصية عالمية فذة يحضر إلى مجالسه ويذهب إلى زيارته جميع الأطياف بدون استثناء ويتنور بأنوار الحسين جميع الأطياف من المسيح والبنيان والسيك وغيرهم ومن الفاتيكان وإذا تذكرون العام في أربعينية الإمام الحسين من جميع أطياف العالم جاءوا لزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهذا لعظمة الحسين ولقمة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أما نحن في هذا البلد الطيب المبارك الله لا يغير علينا أنا أقولها بالفم المليان إخواني نحن جميعاً إخوان متماسكين كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه فكما أنتم أموالكم إخواننا ابناء السنة والجماعة أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام أيضاً نحن عليكم حرام أموالنا وأعراضنا ودماءنا كل المسلم على المسلم حرام ودعونا نتماسك بالجبهة الداخلية لكي نفوت الفرصة على المريدين الفتن بهذا البلد الطيب الآمن ودعونا نتماسك يا أخوان وأن لا نعطي مجال لكائن من كان أن يدخل بيننا ليثير الفتن فيما بيننا وأسأل الله لي ولكم ولجميع المقيمين على هذا البلد الطيب أن نكون بأمن وأمان بقيادة حضرة صاحب السمو وسمو ولي عهد الأمين والحكومة الرشيدة ونحن والله العظيم ننعم بعدالة لا ينعم بها غيرنا أبداً ببركة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم مؤمن ومنصف حقيقة هذه من ناحية طيب الأخوان يسألون السؤال الأول ما معنى السجود للتربة هل هي عبادة واجبة عندكم أولاً سؤالك خطأ السؤال نحن ما نسجد للتربة بل نحن نسجد على التربة العبادة ليست للتربة وإنما السجود للتربة السجود على التربة هي القرآن واضح بسم الله الرحمن الرحيم وجعلت الأرض لي مسجداً وطهورة يا أخي اسجد على تراب الكويت اسجد على تراب السعودية اسجد على تراب منشئت فإنه كل صلاتك تكون صحيحة ولكن لما في تربة الحسين من البركة بما قد حدث بها رسول الله صلى الله عليه وآله فنحن نسجد على تربة الحسين لأن فيها بركات وتقبل الصلوات وتشق الحجب السبع ببركة الحسين وآل الحسين صلى الله وسلم فمشروعية السجود على التربة بكل بساطة كما في الآية جعلت الأرض لي مسجداً وطهورة أما بعض الذين يتصيدون يقولون أنتم تسجدون للتربة تعبدونها لا أبداً نحن نعبد الله السجود لله أبداً إنما هذه التربة هي قطعة من الأرض نسجد عليها وواضح جميع علماءنا بالفقهاء يقولون السجود على غير المأكول والملبوس كل شيء غير مأكول وغير ملبوس بإمكانك أن تسجد عليه هذا الحصير مال النخل بإمكانك أوراق الشجر هذا الحشيش الذي يخرج بالأرض بإمكانك السجود عليه والصلاة صحيحة مئة بالمئة فليس هناك ولكن عندنا أفضلية بالسجود على تربة الحسين لماذا لي في تربة الحسين عليه السلام من بركة عظيمة فهذا باختصار واضح السؤال الآخر ما هو مصحف فاطمة وهل حقيقة أن مصحف فاطمة هذا قرآنكم الثاني أستغفر الله ربي وتبوله أولا نحن ليس لنا إلا قرآن واحد هذا الذي نزل على أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه هذا قرآن واحد للمسلمين جميعا يا مؤمنين لحس ليس بيننا وبينكم اختلاف الرب واحد والقرآن واحد والنبي واحد والقبلة واحدة وصلاة واحدة وشهر الصيام واحد وليس بيننا وبين أخواننا أبناء السنة أي اختلاف مصحف فاطمة كل ما في الآمر أولا القرآن ليس بمصحف إذا أنت تطلع لي آية بالقرآن تسمي القرآن مصحف جيبها لي المصحف باللغة العربية المصحف باللغة العربية هو الكتاب كل ما بين دفتين يسمى مصحف القرآن ليس مصحف ما في عندنا آية تقول القرآن مصحف القرآن قرآن يسمى ذكر يسمى أسماء لكن ليس ومصحف فاطمة ما هو مصحف فاطمة هو ما كان مساجلة بين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها محادثة بينها وبين الملائكة يقول الإمام الصادق فيه ما كان ويكون وهو كائن إلى يوم القيامة وأين مصحف فاطمة بيد الإمام الحجة فهو فيه ما يحتق للإمام فيه ما يحتاج فيه الناس إلينا ولا نحتاج فيه إلى أحد أبدا هذا بكل تبسيط أيضا مصحف فاطمة صلوات الله وسلامه وعليها اللهم صلى الله عليه وسلم وعليها السؤال الثالث هل زيارة الحسين عندكم تعادل الحجة الواجبة لا طبعا لا طبعا الحجة الواجبة حجة الإسلام يجب أن تذهب إلى الكعبة المشرفة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأيام الحج معروفة في أيام ذو الحجة ويوم عرفة يوم معروف ولكن اسمع الحديث الذي يرويه السيوطي في الدر المنثور عندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلاعب الحسين بن علي وكان عمره ثلاث سنوات النبي كان يقول للحسين حزقه حزقه ترقه عينه بقه حزقه حزقه كناية عن الطفل الصغير الجسم المتقارب الخطو اللغة العربية يسمونه حزقه ترقه اصعد على صدري انا جدك رسول الله عينه بقه كناية عن صغر عين الحسين لما كان صغيرا بأبي هو وأمني فالحسين عليه السلام قال لها رسول الله من زار هذا كأنما قد حج واعتمر قالت حجة قال حجتين قالت حجتين قال ثلاث قالت ثلاث قالت عشر قال عشرين قالت عشرين قال ثلاثين قالت ثلاثين قال أربعين إلى أن قال رسول الله سبعين حجة فصمتت سكتت قال والله لو زادت لزدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذه الحجة حجة واجبة الحجة الواجبة يا مؤمنين ها sekali إنما الحجة المُسِبّاء في الزيارة الحسين تعاد الحجة وعمرة في الرواية تعاد الحجة وعمرة مُسْتَحبّاء مع رسول الله واللي حج مع رسول الله مقبولة ولا مُمْ مقبولة يا مؤمنين فزيارة الحسين عليه السلام عندنا ليست أنها تكفي مثلا للي يذهب زيارة الحسين يقول والله أنا ما أروح حجة الاسلام 緊 أنت مُشتبه بهذا الكلام السؤال الأخير أتركه لنهاية البحث صل على محمد وآل محمد الآية الشريفة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الشفاعة الله سبحانه وتعالى أعطاها الشفاعة الكبرى طبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث أعطيت خمسا النبي يقول أعطيت خمسا لم تعطى لأحدا من الأنبياء قبلي ولا بعدي إحداها أعطيت الشفاعة المقبولة الشفاعة المقبولة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه في يوم القيامة جميع الأنبياء والمرسلين كل يقول نفسي نفسي إلا أبي القاسم محمد ينادي أمتي أمتي الله صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة البقبولة بأبيه وأمه وأهل بيته العظام الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أيضا أعطوا الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى بصريح الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بإذن الله أولا الشفاعة من الله سبحانه وتعالى لا لأحد يتصرف بها ولكن الله يعطيها الآن لحظ شفاعة للنبي شفاعة لأهل البيت سوف نأتي عليها بعد شفاعة للشهداء الشهيد الذي يسقط دفاعا عن بيضة الإسلام الله سبحانه وتعالى يشفعه في يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر ربيعة ومضر قبيلتان ربيتان كبيرتان يضرب فيهم القياس بالأنفس بأن الله سبحانه وتعالى هذا الشهيد الذي في دفاعا عن بيضة الإسلام الله سبحانه وتعالى يشفعه في يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عند ربهم يرزقون وفي آية أخرى ولكن لا تشعرون الإنسان العادي يقتل دفاعاً عن بيضة الإسلام وخصوصاً إذا كان بين يده الإمام أو بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كعمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالشهداء السعداء الذين استشهدوا بين يدي أمير المؤمنين بين يدي الزهراء بين يدي الحسن الإمام الصبت عليه السلام بين يدي أبي عبد الله وسائر الأئمة هؤلاء الشهداء الصفوة الذين لهم شفاعة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى نحن عقيدتنا تختلف عن كثير من الناس في ناس يقول لك والله هذا رسول الله مات انتهى خلاص مع السلامة بعد لا يسمع ولا يرى وانتهى مثل واحد يقول لكم يا محمد ان عصاي هذه تنفعني ومحمد لا ينفعني هذا رأيه هو يقول ان عصاي هذه لان محمد قد مات واصفها عظام ربا لا يا حمد العقيدة انك تسمع كلامي وترد سلامي نحن نقولها بالفم المليان بان النبي واهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم احياء عند ربهم يرزقون ويرون ويطلعون على كل شيء بصريح الاية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وثبت بعد ان سأل النبي من هم المؤمنون الذين يرون الاعمال معك ومع الله قالهم علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم فهذا عقيدة يقول لك اهل النبي صلى الله هذا مات لا احنا ما عندنا النبي مات وانتهى وراح ابدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حي يرزق عند ربه ويعلم بما كان ويكون وهو كائن هو ولا امة المدامين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لذلك عندهم شفاعة مقبولة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى تقول الرواية اذا كان يوم القيامة نصب منبر من نور في وسط المحشر لا يرى ازهى منه نورا ولا اعلى منه ولا افضل منه جمالا فينادى اين حبيبي وصفوتي من خلقي من الاولين والاخرين اين ابي القاسم محمد صلوات الله وسلامه عليهم فيأت النبي صلى الله عليه وآله فيرتق المنبر الى اعلى درجاته ثم يؤتى او ينادى اين وصي حبيبي اين امير المؤمنين اين يعسوب الدين اين قائد الغر المحجلين الى جنات النعيم اين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه فيأتي ابو الحسن فيجلس في المرقات التي دون النبي صلى الله عليه وآله ثم يأتي جبرائيل ومعه رضوان خازن الجنان فيسلمون على رسول الله صلى الله عليه وآله فينادي رضوان يا محمد ان العلي الأعلى يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك انك في هذا اليوم لك الشفاعة المقبولة وهذه مفاتيح الجنان قد امرني الله ان ادفعها اليك فيأخذها النبي صلى الله عليه وآله ثم يدفعها الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلى الله عليه وآله ثم يأتي مالك خازن النيران مع جبرائيل ايضا ويسلما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول ان العلي الأعلى يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك هذه مفاتيح خزائن جهنم فهي بيدك فيأخذها النبي فيدفعها الى امير المؤمنين ويقول قم يا علي فانت قسيم الجنة والنار في هذا اليوم العظيم الله وعلى محمد وآله محمد هذه الشفاعة الكبرى في تلك الايام في ذلك اليوم العصيب يا مؤمنين ولكن ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي الإنسان المؤمن الإنسان الذي يخاف الله الإنسان الذي يتقي الله سبحانه وتعالى إلى هذا اليوم العظيم أدنى ما يقف بين يدي رسول الله على بساط النبي صلى الله عليه وآله وأمام أمير المؤمنين وأمام الزهراء التي أيضا لها شفاعة وسوف أذكرها الآن الشفاعة الكبرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينادي أمتي أمتي فتتجمع حوله تقول الرواية كل ينادي نحن من أمتك ولكن شن اللي يميز الخبيث من الطيب أيها المؤمنون اسمع الرواية تقول رواية بينما الناس في المحشر بين هرج ومرج وإذا بناقة من نور والمنادي ينادي يا أهل المحشر خضوا أبصاركم لكي تجوز فاطمة ابنة محمد على الصراط فتأتي الزهراء ومن حولها الملائكة لهم دوي كدوي النحل بالتهليل والتكبير والتقديس والصلاة على محمد وآل محمد صلوات الله وسلم حتى تقف على أعلى الجنان فينجأتيها النداء يا حبيبتي وابنة حبيبي هذه الحور قد تألقت وهذه الجنان قد تزينت هيا فادخلي إلى الجنة قالت لا يا رف إلا أن أعرف في هذا اليوم معرفة خاصة للزهراء ما تريدين قالت ثلاث طالبات ما الأولى يا فاطمة تقول الرواية أما الأولى فتخرج قميص الحسين مخضباً بدمه تنشره بين السماء والأرض فيضج المحشر تقول أي رب إن هذا قميص ولدي الحسين مخضباً بدمه ما زال غضاً طرياً أي رب أريد المحشر كل المحشر من آدم إلى ما يعلم الله أريد المحشر كل المحشر أن يرى كيف شمراً صعد على صدر الحسين وكيف خطع رأسه تقول الرواية فينصب يوم الطف كأنه واقع الآن جميعنا سوف نرى ذلك المنظر المهول وكيف تددكت الأرض والسماء من تلك الفعلة الشنعاء التي قام بها ذلك اللعين ابن اللعين لعنت الله طيب ما الثانية قالت بأبي هي وأمي والله لا أدخل إلى الجنة إلا وشيعتي أمامي اللهم اجعلنا من شيعة فاطمة هذه مو شفاعة هذه مو الشفاعة المقبولة يا مؤمنين هذه الشفاعة الكبرى لفاطمة الزهراء فيقول فيأتيها النداء من الحق دونك المحشر يا فاطمة دونك المحشر تقول الرواية فتلتقطهم كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرجيء هذه الشيء صلوا على محمد وآل محمد أما الثالثة أؤخرها لغاية في نفسي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كمل من الرجال كثير كثير كمل من الرجال ومن النساء أربع آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون مريم ابنة عمران وخديجة ابنة خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أما آسيا بنت مزاحم التي صبرت صبرا عجيبا بعد فرعون قال أنا ربكم الأعلى كان يسوم الناس عذابا ظلما فلما حتى إلى علم بإسلامها وإيمانها أذاقها الويل تقول الرواية حتى قالت ربي نجني من فرعون وعمله ومرة فاني ناجت الله ربي ابني عندك بيتا بالجنة واستجاب الله لطلبها لماذا؟ لأنه علم بصدق نيتها في الرواية كثير من النساء أيضا يأتون أنه الأزواج وأخلاق الأزواج معهم وكذا اسمعوا الرواية يا نساء يا مؤمنات تقول الرواية عن النبي صلى الله عليه الله عليه وآله وأيم الله النبي يقول وأيم الله ما من امرأة صبرت على أذاء زوجها إذاء زوجها أكو بعض الأزواج الله يسامحنا وإياهم شوية فض قليض القلب مع زوجته شوية سبحان الله والنبي يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهل يا مؤمنين يا مؤمنين إذا نبي الشفاعة لازم يكون لين الجانب بيننا يا مؤمنين بين الزوج والزوجة بين الأولاد بين الإخوان بين الأهل أرجع إلى القصة ولكن أعطيك هذه القصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد الصحابة مات غسلوه شيعوه كذا النبي وقف على قبره قالت يا فلان أمه قالت يا فلان هنيئا لك الجنة قال لها النبي مه يا أم فلان صبر شوية فوالله لقد ضغطه القبر ضغطة الآن فاختلفت أضلاعه فخرج حليب أمه الذي قد استقاه من أنفه ليش يا رسول الله فعل بولدي هكذا قال لأنه كان سيء الخلق مع أهله يا مؤمنين يجب أن نتورع في الله سبحانه وتعالى الله الله في نسائكم الله الله في أبلادكم الله الله في بناتكم الله الله في التربية الحسنة اجلسوا معهم قصوا عليهم قصص لأهل البيت قربوهم منكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلاعب الحسن والحسين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى الزهراء فتح يديه باعه تقول الرواية يضمها فيشمها وهو يقول مرحى بأم أبيها هذه أخلاق النبي ولكم في رسول الله أسوة حسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عفيف اللسان حتى مع أعدائه متأدب رسول الله في يوم فتح مكة النبي كان على ظهر الخيل فاتح مكة الآن هؤلاء بإمكانه أن يقتلهم واحد بعد الآخر رسول الله عشر سنوات يناجزون النبي من حرب إلى حرب من فعل إلى فعل من دسيسة إلى دسيسة النبي واقف طع حياء منهم قال ما تظنوا أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم ملكت فاصفح وأنت أهل العفو والمغفرة قال اذهبوا فأنتم الطلق شايف الأخلاق الكريمة شايف بعد النظر هكذا النبي صلى الله عليه وآله مع أهل بيته مع أصحابه حتى مع أعدائه أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه وما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق الإنسان لا يعيش إلا بأخلاقه يا مؤمنين ثقوا واعتقدوا بأن كثير من الناس دخلوا بالإسلام بقول لا إله إلا الله محمد الرسول الله بأخلاق النبي صلوات الله وسلامه عليه لو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لين الجانب مع القريب والبعيد كان يتحمل إيذاء الناس صلوات الله وسلامه عليه وآله ما كان يرد الإساءة إلا بإحسان مع أنه القرآن واضح العين بالعين والسن بالسن واضح القرآن كان بإمكان النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يرد عليهم إساءتهم بإساءة والحق مع النبي بكامل الحق ولكن رسول الله لا فقال لها ما هي أم هذا إن ولدك كان سيء الخلق في أهله تدري كان شنو النبي قال له شنو هذا كان يسوي مع أهله يضرب زوجته يؤذيها كذا مثل ما حاصل الآن ما شاء الله شوفوا المحاكم شلون قاصة بالطلاق تدرون كم نسبة الطلاق إحنا عندنا بالكويت هنا تدرون كم نسبة الطلاق يا مؤمنين والله العظيم نسبة مخيفة عندنا أكثر من ستة وأربعين بالمئة نسبة الطلاق بالكويت نسبة مخيفة جدا وعلى أتفه الأسباب وإذا تتفرق وتتمزق العائلة ويضيع الأولاد على أشياء والله العظيم يندى لها الجبين قيل يا رسول الله شنو هذا كان يعمل هذا العام ضغطه القبر ليش قال كان يدخل إلى بيته ما يقول السلام عليكم ورحمة الله هذا من سوء الأخلاق تصور فما بالك اللي بعد ما شاء الله اللي إيده مبسوطة واللي والعياذ بالله العام في شهر رمضان الماضي هذا حدث طلاق الحمد لله والله وفقنا وجمعنا بينهم مرة ثانية طلق زوجته وشتت أولاده على شام بطنه ليش ما سويت الصنف الفلاني على الفطور ما شاء الله شوف قصر النظر شوف العقل ليش أنا حلفت بالله أنت اليوم طالق إذا ما سويت هذا الصنف على الفطور شنو هالأشياء هذه هذه سوء أخلاق ولا موسوء أخلاق هذه هذا قصر ولا مؤلم هذا أين الشفاعة أين تدركه شفاعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيا مؤمنون فالنبي يقول والله وأيم الله ما من امرأة صبرت على إيذاء زوجها تصبر قربة إلى الله تعالى في بعض الأزواج تنصح ما ينتصح تردع ما يرتدع تتكلم معا ما يفيد معا الكلام ما شيء على خطة ها والله سبحانه وتعالى عنده بيده الحساب في يوم الحساب يوم لا يظلم ربك فيه أحدا فالنبي يقول يبشر الصابرات أيما امرأة صبرت على إيذاء زوجها إلا بعثها الله مقامان إما مقام آسيا بنت مزاحم أو مريم بنت عمران في الجن فالصبر أيضا له مقام يا مؤمنين يا مؤمنات لا نستعجل الأمور مو على أتفه الأسباب وخمتي أغراضك ورحت بيت أبوك وقعدت ويلا طلقني ومع السلام الحمد لله الطلاق مو بيدهم لو بيدهم احنا كلنا نايمين بالشارع والله وكلكم والله العظيم الطلاق لو بيدهم الحريم كان كلنا نحنا نايمين بالشارع والحدائق لأن المرأة معروفة عاطفية بطبعها وعلى أتفه الأسباب كان الله خلط طلاق ثلاثين ألف مرة ليس ثلاث مرات فالمسألة يرد لها تعقل بعد نظر الله سبحانه لازم يكون التعامل في المنزل في البيت في العائلة إذا صلحت العائلة صلح المجتمع وإذا صلح المجتمع صلح الدين بأكمله يا مؤمنين والعكس صحيح مئة بالمئة إذا تهدمت العسرة وتفككت تفكك المجتمع فالمسألة يجب أن تكون فيها تعقل حتى إذا نريد شفاء إحنا والله لا من صلاتنا خلنا نتكلم بكل صراحة والله إحنا لا من صلاتنا ولا من صيامنا ولا من أعمالنا نحن ننظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ما نقابل الله بوجه مشرق أفضل ولا أنمى ولا أزكى ولا أطيب ولا أحسن ولا أعلى ولا أكمل من ولاية محمد وآل محمد صلوات الله الله صل على محمد وآل محمد فقط هذا الذي نملك وندعو الله أن يكونوا لنا شفعاء عند الله سبحانه وتعالى يا وجيها عند الله اشفع لي عند الله فأعطيت الشفاعة المقبولة الكبرى لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى رأسهم لتأتي مولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه طيب هذه آسيا بنت مزاحم الله سبحانه وتعالى استجاب لها النبي يضرب فيها مثل مريم ابنة عمران والتي أحصنت فرجها القرآن يقول ولاحظ في سورة مريم في القرآن كيف يمجدها القرآن الكريم هذه المرأة المؤمنة الطيبة الصابرة الزاهدة العابدة المسبحة وتعلمون أكبر تسبيح كانت تسبحه مريم ابنة عمران ما هو ها تدرون شلو التسبيح الذي كانت تبتهل به إلى الله تدرون زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله كان يأتي إليها يرى فاكهة الصيف بالشتاء فاكهة الشتاء بالصيف يتعجب يقول لها أنت من وين يشأل الفاكهة لان مو وقتها تقول هو من عند الله قال لها بالله عليك يا مريم ماذا تدعين عند الله سبحانه وتعالى فتنزل عليك هذه البركات قالت وأيم الله إني رأيت بنور الله سبحانه وتعالى لا أفضل من دعاء مستجابا عند الله من بركة الصلاة على محمد وآل محمد صلوات الله حتى تتعرف شنو برغ الصلوات وإن شاء الله يوم الخمس ليلة الجماعة أعدكم بأسرار الصلاة على محمد وآل محمد صلوات الله فمريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها التي الله سبحانه وتعالى أنقذها من تلك اللحظات الصعيبة الكبيرة وهزي إليك بجذع النخلة تصاقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا الله طمنها طيب خاطرها مريم ابنة عمران لأنها كانت دائما مع الله سبحانه وتعالى وتلهج بذكر الله سبحانه وتعالى مريم ابنة عمران ما كانت تسمع الأغاني وما كانت في وقت الصلاة تروح إلى المسلسلات يتروح وقت الصلاة وينتهي وقت الصلاة والكل محدق عينا وين على هالمسلسل وعلى هالمباراة لا يطوفنا القول ولا تشوف طفنا هذه الحلقة شنو يصير فيها المؤمن من أراد أن يعمل يعمل لله سبحانه وتعالى يا مؤمنين الإنسان يعمل لآخرته الدنيا ذاهبة زائلة مهما كانت فهذه النموذج الثاني النموذج الثالج خديجة ابنة خويلة وما أدراك ما خديجة وما أدراك ما خديجة أفضل زوجات النبي أفضل زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم المؤمنين خديجة أم فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هذه أنت تسمع بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذه رحلة الشتاء كانوا بالشتاء يذهبون إلى اليمن بالصيف يذهبون إلى الشام هذه الأموال كلها كانت أموال خديجة كانت تملك من الإبل ما شاء الله من الذهب والفضة والأموال ما لا يملكه الرجال بمكة ويثرب مجتمعين كان كله عند خديجة بل أن الأغلبية كانوا تحت عمرت خديجة ابنة خويلة صلوات الله وسلام مع ملاحظة شديدة أريد أن أذكرها خديجة صلوات الله وسلامه عليها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وآله ما كانت ثيب ما كانت متزوجة من قبل حطوا هذا في بالكم يا مؤمنين لأنه بعض الأحاديث المغلوطة المشبوهة بأنها كانت متزوجة وعندها أولى بنات وكذا لا هذول البنات بنات أختها أختها قد توفت فهي تكفلت برعايتهم وخديجة ما كانت متزوجة وهذا كيف يكون يلوث رحم إحنا عندنا أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر لم تنجزك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات فيابها وأشهد أنك الإمام البر التقي النقي الزكي الهادي المهدي إلى آخر الزيارة إحنا عندنا من عقيدتنا نقولها بالفم المليان بأن الإمام والمعصوم لا يخرج إلا من صلب طاهر ورحم مطهر فخديجة صلوات الله وسلامه عليها ما كانت متزوجة قبل النبي وأضرب لك حادثة بسيطة كيف الله حفظ للنبي ثديا كيف لا يحفظ الله للنبي رحما حليم الساعدية أم النبي بالرضاعة لما جاءت في آخر القوم أعطوها النبي صلى الله عليه وآله وسلم راح ذهب تقول الرواية كان لها ثدي واحد الثاني كان عائب كلما عرضت رسول الله على هذا الثدي ما هو النبي معه؟ صوبية أيضا النبي يأبى ما يلتق في الثدي حتى تقول الرواية مر أسبوع لم يذوق من اللبن شيئا قيل لها يا حليمة ارجعيه إلى أهله بن هاشم فوالله إن مات سوف يقتلونك تقول الرواية وكان إصبع النبي يشير على الثدي الآخر صلى الله وسلم قيل لها النساء يقولون لها أعرضي أعرضي عليه هذا الثدي لعله يريده يتكلم النبي تقول يا ولدي لا تخجلني أمام النساء هذا صدر عائب منذ أن ولدت هذا الصدر عائب خذ من هذا الذي فيه لبن والنبي يشير بإصبعه الشريف تقول الرواية قالت لا حول ولا قوة إلا بالله قربته من ثديها العائب الذي لم يلمسه أحدا أبدا بمجرد أن وقعت تلك الشفتين الطاهرتين على ذلك الثدي وإذا به يرجع سالما ويتفجر الحليب منه الله يحفظ الثدي ما يحفظ رحمه هذا مو في عقيدتنا عقيدتنا الصالحة الصلبة الحقه أنهم طاهرون مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا فخديجة هذه بذلت هذه الأموال وهذا الحلال وكل ما تملك في سبيل الله سبحانه وتعالى كلها جابتها صبتها بين يدي رسول الله أنفقها النبي في سبيل الدين في شراء العبيد في المساكين في الضعفاء في في إلى آخره تقول الرواية حتى نامت مع رسول الله على حصير خالي هذا الحصير من سف النخل يسوون من جريد النخل من خص النخل يسوون دخل عليها رسول الله ذات يوم فرآها قد نامت وقد أثر حصير ذلك الحصير في جنبها ومخد من الليف على خدها فبكى لها رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها أنت التي كنت تنامين على الديباج وعلى الحرير والتي كنت تملكين قالت فداء لقدميك يا رسول الله في سبيل الله عندي أحلى من العسل لحظات لاحظوا المرأة النية الخالصة لهذه المرأة ولاحظوا كيف الله يعطيها شفاعة يوم القيامة إن خديجة لشافعة مشفعة يوم القيامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا جبرايل ينزل يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ها جبرايل في آية قرآن قال لا حديث قدسي قال لا إنما الأعلى العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك سلم على خديجة فمن الله على خديجة السلام فأبلغها النبي يا خديجة هذا أخي جبرايل إلى جانبي وهو يقول إن العلي الأعلى يقرئك السلام قالت وعليك وعليكم السلام ومنه السلام وهو السلام ثم قال بشرها بأن الله قد أعد لها في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد أبدا لقد بنى الملائكة لخديجة ابنة خويلد قصرا في الجنة ترابه من الزعفران حيطانه من اللؤلؤ والمرجان وفيه من الملائكة والحور يخدمون والله لو أنها قد جاءت بالعالم من الثقلين الجن والإنس في غرفة واحدة من غرف ذلك القصر لأخذهم بكليتهم وإن لها الشفاعة المقبولة ليش؟ ليش الله أعطى خديجة هذه المقام؟ لأنها صدقت بنيتها مع الله صدقت بصلاتها صدقت بأعمالها ما عملت بالرياء خديجة؟ ما أعطت لكي تمن؟ أكو بعض الناس حتى لا يسوي له خير ولا كذا ما يخلي مكان في دوانية وفي مسجد وفي حسينية أنا سويت وأنا فعلت يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأبى القرآن واضح لأن أفضل العطاء عطاء السر أن صدقة السر تطفئ غضب الرب يا مؤمنين تطفئ غضب الرب فالسيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها أم المؤمنين كانت تلك المرأة المجاهدة المجالدة في سبيل الله ربطت حجر المجاعة ثلاث سنوات في شعب أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أولدته تلك الحوراء الأنسية أم أبيها تقول كمل من النساء أربع آسية بنت مزاحم مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلت ثم يقول النبي أزكاهن وأعلاهن وأفضلهن فاطمة بنت محمد صلوات الله وسلامه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ولها بحث خاص ولكن بالاختصار الزهراء أم المعروف بعد أمه بها من جهة النبوة ومن جهة الإمام صلوات الله وسلامه عليها تلك التي لا يشق لها غبار تلك المرأة الحوراء الأنسية كيف لا وقد زوجها الله في السماء بأمير المؤمنين كيف لا وهي أم الحسن والحسين كيف لا وهي ذات العطاء الكبير أنا بالليلة البارحة أو اللي قبلة ذكرت أن أحدى الروالي يعني وروني حتى الفاتورة أنا شفتها أحدى النساء كما قلت لكم رايحهم أجرى فستان حق ليلة عرص بسبعة آلاف دينار ليلة وحدة فقط سبعة آلاف دينار طيب اسمعوا يا الرواية اسمعوا يا نساء اسمعوا يا رجال عندما خطب أمير المؤمنين الزهراء النبي قال شنو عندك قال والله يا رسول الله عندي درعي وسيفي قال السيف نبي في جهاد الدرع روح بي باعب أربعمية وسبعين درهم تقول جاء صب الدراهم بين يدي رسول الله قال والله اشتراه سلمان باعب أربعمية وسبعين درهم النبي أخذ الدراهم أعطاها من أم سلمة قال يا أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي قال لها يا أم سلم جهزي بنتي فاطمة لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم راحت أم سلم شرت بعض القدور وشرت بعض الملابس وشرت كذا من ضمن الذي اشترت فستانا لكي الزهراء جديد لكي الزهراء تلبسه في ليلة زفافها على أمير المؤمنين الليلة زفاف الزهراء صلى الله وسلامه عليها النبي لاحظ ملاحظة على فاطمة قال يا ابنية تعالي تقررت قال لها بارك الله لك في هذا الزواج فقد عقد الله لكما في السماء وكان الشاهد على زواجكما جبرائيلة وميكائيلة وإسرافيلة وفي الأرض أنا وأهل البيت صلى الله وسلم عليهم أجمعين ابنية أني ألاحظ ملاحظة عليك قالت ما هي يا رسول الله ما هي يا أبا قال أين الفستان الجديد التي قد اشترت فأمه سلمة لك ليش ما لبستي ليلة زفافة على ابن عمك أمير المؤمنين ليش قال الله ضال له هذا القديم قالت أبا لقد جاء النبي يعلم ولكن اسمعوا يا مؤمنين النبي يعلم ولكن هذا استفادة لنا الزهد أهل البيت عندما يعطون الشفاعة الكبرى لأنهم زهدوا في الدنيا يا مؤمنين ما تهالكوا على الدنيا أهل البيت صلى الله وسلامه عليهم أجمعين قالت أبا لقد طرقت علي الباب في صباح هذا اليوم سائلة قالت وعيم الله إن لي أطفالا عرايا وأحببت فقمت فأعطيتها هذا الفستان الجديد وظلت آمن قال لها طيب ليش ما أعطيتها القديم وأنت لبسته قالت بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا لاحظوا بعض النظر لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لاحظوا أهل البيت كيف يطبقون القرآن تطبيقا عمليا أهل البيت من فقط يقرؤون القرآن أمثالنا لا أهل البيت هم الذين طبقوا القرآن فعندما أعطاهم الله الشفاعة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى لأنهم أعطوا جميع ما يملكون في سبيل الله سبحانه وتعالى إلى الله دعوا إليه تدعون إلى الله تدعون وإليه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأبي أنتبه ترجعون أهل البيت ما دعوا إلى أنفسهم محمدا وآل محمد عندما أعطاهم الله تلك الشفاعة المقبولة يوم القيمة اسأل الله لي ولكم الشفاعة عندهم صلوات الله وسلامه ولكن العمل العمل يا مؤمنين الله الله بالعمل الصالح المقبول لا نتكل على أعمالنا نحن فقط والله أعمالنا لا تنجينا يا مؤمنين ما عندنا من الأعمال شيء والله ليس في حاجة أحد كما قلت لكم في الأيام سوى أنتم تعلمون ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا محل اختبار وأكبر اختبار الله سبحانه وتعالى اختبر به خلقه من الجن والعنس من العرش إلى الفرش ولاية محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه بعد عندنا من الذين عندهم شفاعة مقبولة من الأولياء الصالحين مولاتنا أم البنين صلوات الله وسلامه وهذه ليلة نخصصها لهذه المرأة الجليلة الكبيرة القدر عند الله سبحانه وتعالى لاحظوا هذه المرأة الكبيرة هذه المرأة التي قد نالت ما نالت من العلو والسمو وارتفعت في سماء آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لحبها صلى الله عليه وسلم لحبها لإخلاصها لتفانيها لبعد نظرها لإيمانها لتقواها لمحبتها لله لمحبتها لرسول الله لمحبتها لأمير المؤمنين لإخلاصها لقرآنها لدينها لإسلامها لتفانيها في خدمة الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وزينب وأم كلثوم هذه المرأة أفنت عمرها أعطت كل ما تستطيع من طاقتها في سبيل الله سبحانه وتعالى أسألكم بالله لاحظوا الملاحظة الشديدة أمير المؤمنين واضح كلامه لعقيل يا عقيل ولعل بالملاحظة أنها أفضل إمرأة من زوجات أمير المؤمنين بعد فاطمة الزهراء هي فاطمة الكلابين أفضل زوجات أمير المؤمنين بعد مولاتنا الزهراء التي لا يدانيها بالرتبة أحدا أبدا أفضل زوجة من زوجات أمير المؤمنين كأنها كانت أم البنين امير المؤمنين قال لاخي عقيل يا عقيل انظر لامرأة قد ولدتها الفحول من العرب كي اتزوجها فتلد لي ولدا غلاما فارسا ينصر ولدي الحسين في كربلا بين امير المؤمنين بالضبط غايته من هذا الزواج انه يريد فرس بطلا فارسا لكي ينصر الامام الحسين في ذلك اليوم المهون عقيل كان نسابة للعرب قال اين انت عن فاطمة الكلابية العرب في ذلك الزمان كانوا يقتتلون على بنات القبائل اذا كانت القبائل عندها كرام لان العرب ما يحبون البخيل ممعروف حاتم الطائي كان يذهب يأتي بهذه الغلمان عندها خدم وعندها عبيد يقول لهم روحوا شعلوا النار نار الضيف اي واحد ضيف يجي على نار يذهب هو حر لوجه الله شوف لاي درجة الكرم عنده ها حاتم معروف بكرمه فالعقبائل العربية ايما قبيلة كانت تتميز بالكرم او تتميز بالشجاعة كانوا يتقاتلون على ابنائها لان هذه راح سوف يصيب لان العرق دساس سوف يخرج الولد اما كريما او شجاعة فما بالك اذا اختلط الكرم بالشجاعة على طول عقيل قال لامير المؤمنين اين انت عن فاطمة ابنة حزام الكلابية فانها من بطون العرب واهلها من الشجعان الكرماء قال اذهب فاخطبها ذهب مسلم او ذهب عقيل قال فلما دخل ووصل الى حيهم استقبله حزام الكلابية اهلا ومرحبا عقيل في دارنا في حينا تقول الرواية فذبح له الجزر يعني الاباعر ثلاثة ايام وكان هذا عادة العرب ثلاثة ايام لا يسؤلنه عن شيء جاء به الا في اليوم الثالث اعمل الولائم كذا عمل الكرم ثم في اليوم الثالث قال له وما قدومك علينا يا عقيل قال لقد جئت اليكم خاطبا قال ممن ولمن قال لامير منك انت ابنتك فاطمة لامير المؤمنين علي ابن ابي طالب صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك الرجل ساجدا لله الحمد لله الذي اكرمني واجعلني انال هذه الرفعات انا اصاهر امير المؤمنين علي ابن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه تقول الرواية فدخل على ابنته او زوجته لكي يكلمها واذا بفاطمة تجلس تحدث امها اماه ليلة البارحة رأيت رؤيا اهالتني قالت لها وما رأيته قالت رأيت كأن الشمس قد سقطت في حضني ثم تلاها القمر فثلاثة كواكب لم ارى اجمل ولا احسن منهم ابدا هو واقف يسمع الان قال يا ابني عندي عندي تأويل رؤياك قالت وما هو يا ابا قال اما الشمس التي قد سقطت في حضنك في هذا امير المؤمنين شمس الشموس في الافلاك باجمعها جاء لخطبتك الان ها واما القمر والاكواكب التي قد سقطت فلا شك انه سوف يصيب منك اولادا كأنهم الاقمار والكواكب وفعلا تمت الخطبة وتمت الزفة وفي ليلة زفافها بابيه يا وامه لاحظوا هذه المرأة من اين نالت هذه الشفاعة من اين نالت هذه الرفعة من اين نالت هذه المكانة العالية من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه من الذين اعطاهم الله الشفاعة المقبولة ام البنين صلى الله عليه وسلم وهذه الاخت ارسلت للرسالة الان وقتها اقولها لكم انا كنت في العام يشهد الله عليه يا اخي الكريم انني كنت في العام الماضي في هذا المجلس المبارك ونذرت لله سبحانه وتعالى بمولاتنا ام البنين بعدين حط بين قوسين انني لست من الطائفة الجعفرية حيث انني سبع سنوات لم ارزقوا بطفل وفي هذه السنة رزقني الله بطفلا ببركة مولانا ام البنين صلى الله عليه وسلم والله ليس باستغراب على ام البنين بل اكبر من ذلك واكثر من ذلك بابيه يا وبيه لعن الله الشاك بالبيت محمد احنا نقول هذه ليلا ونهارا ما عندنا شك باهل البيت ابدا صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين بانهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين باذن الله يقضون الحاجات ما هو عسى بن مريم كان يبرع الاكمهة والابرصة ويحيو الموتى شنو باذن الله اهل البيت ايضا يعملون كل ما ندعو اليهم باذن الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين طيب هذه المرأة المباركة تقول الرواية في ليلة زفافها وقفت على الباب لاحظوا 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 من اين جاءت لها الشفاعة الكبرى لاحظوا تعاملها مع الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قالت علي يا امير المؤمنين انا ما ادخل هذا البيت الا باربع طالبات ما الاولى قالت الاولى ان تغير اسمي ليش ما هو اسمك من اجمل الاسماء اسمك فاطمة قالت صحيح لكن علي يا امير المؤمنين انت كل ما تناديني يا فاطمة انا ارى الانكسار في وجه الحسن والحسين وزينب وام كلثوم يتذكران امهما فاطمة الزهراء انا اصير مدعاة لكسر قلب الحسن والحسين لاحظ 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 بعد النظر لاحظ الايمان لهذه المرأة لاحظ دقائق الامور عند هذه المرأة المؤمنة الطيبة فكنها غير اسمها كناها بام البنين وام البنين كل امرأة تأتي باربع اولاد فما فوق تكنها بام البنين عند العرب هذا شيء معروف قال لها ما الثانية قالت الثانية ان تجعل لي ليلى وتجعل للحسن والحسين وام كلثوم وزينب ليلة وتشاركهم في الليلة التي لي الله عليكم ها اكبرت ابو تسويها شكل اليوم الا والله اخذ اولادك انا مملزومة فيهم ما اربيهم ها وهذا من وين جاءت هالبلاء الان الضياع هذا من وين صاير بالشباب اكثر الشباب فاتشوا عن الجرائم اكثرهم ابناء المطلقات والله العظيم يا مؤمنين الاكثر ضياع لا الاب عند زوجة ثانية ومع السلامة وكثير مع الاسف من الرجال يروح اتزوج لوعدة ثانية ويهد الاولى الجمل بما حمل ليش ما هو هذه زوجتك وهذه زوجتك قالت له مولاي ولنا وقف في هذه الدروس ان شاء الله في الليالي القادمة ان شاء الله قالت له مولاي ان تجعل لي ليلة وللحسن والحسين وام كلثوم وزينب ليلة وتشاركهم بالليلة التي لي طيب ما الثالثة تقول الرواية وقعت على قدم الحسن والحسين تقبلهما سيدي مولاي اتقبلاني عنوان الخادمة عندكما ترى انا مو زوجة ابوكم مو جاي اتصلت في البيت مو جاي عامر وانهي مو جاي كذاها انا خادمة خادمة لكم يا اهل رسول الله زينب ام كلثوم تقبلوني بعنوان الخادمة عندكما الحسن والحسين يا اخذان بخاطرها قوما يا قوم يا خالة بل انت خالة عزيزة كريمة مبجلة تقول الرواية ما صدر منها عند الحسن والحسين اي فعل مشين كانت تدارهما وضعت الحسن والحسين في عيناها وضعت زينب وام كلثوم في عيناها كانت نعم المرأة الطائعة لله وللرسول ولأهل البيت حتى اولادها ربتهم تربية صالحة ولاحظوا هذه المرأة ربت اولادها وهي تعلم ان اولادها سوف يقتلون في كربلا مع ذلك صلوات الله وسلامه عليها لحبها لفرط دينها لحبها صلوات الله وسلامه عليها وصلت الى هذه المرحلة العالية لذلك الزهراء تكافئها مكافأة عالية يوم القيامة عالية جدا جدا فقط لأم البنين ما هي المكافأة الكبرى يا مؤمنين تقول الرواية تقف الزهراء فتقول يا رب ان عندي شكاية في هذا اليوم المهول شكاية كبيرة جناية كبيرة اول جناية تفتح ما هي طيب ما تريدين يا ابنة رسول الله يا فاطمة تبدعين بجناية بشكاية بكسر رباعية ابيك رسول الله قالت لا لا ها بكسر الظلوع ظلوعك قالت لا اسقاط جنينك ها راح قلبك وان راح واتقلبك الى كربلا ها يا فاطمة الزهراء باسقاط الجنين المحسن قالت لا بكبد الحسن تقطع كبد الحسن بالسم قالت لا ضرب اميرا المؤمنين على قرنه في محرابه قالت لا نحر الحسين قالت لا اذا ماذا ما الشكاية يا فاطمة يا بنت محمد تقول الرواية فتخرج منديلا اخضراء وترفع كفيا بالفضل العباس يا راب احكم بيني وبين من قطع هذين والله اكبر تطيب خاطر لام البنين من الزهراء هذا الموقف والله العظيم اكبر ما يأتى به ها من احسان واهل البيت هم اهل الاحسان وهل جزاء الاحسان الا الاحسان الزهراء ترد احسانا كبيرا لان ام البنين صلوات الله وسلامه عليها لم تقصر بشيء في خدمة الحسن والحسين بل انها افنت في خدمتها صلوات الله وسلامه عليها لاجلهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ها قدمت ابناءها واحد بعد الاخر فداعا لحسينا وآل حسين اي رب احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين زينب زين العابدين عندما رجعوا من السبي وقفوا على اعتاب المدينة المنور على اعتاب المدينة زينب التفتت قالت يا زينب العابدين يا ابن اخي والله بعد ليس لي قابلية ولا طاقة ان اناس بعد تجي تتفرج عليه ها وتشوفني وتلتم عليه بس كافي كافي ما حصل في الكوفر كافي ما حصل بالشام كافي ما حصل في كربلا مرة اخرى يا ابن اخي اريد ان تفضلي المدينة فنعمل التفاته فندخل الى بيوت بيوتنا دون ان ينظرنا او يلحظنا احد زين العابدين عليه السلام التفت الى بشر ابن حذلم قال يا بشر رحم الله اباك لقد كان شاعرا هل تستطيع على شيء من الشعر تنعى ابي الحسين قال بلى قال اذا اذهب وانعى ابي الحسين عند قبر جدي رسول الله صعد بشر على صهوة جواده ورفع علما اسودا وضيق لثامه هذا عادة العرب اذا عندهم خبر مفجع يأتون بهذه الطريقة واخذ يطرد في المدينة يا اهل يذرب لها مقام لكم بها ارتجت المدينة باهلها بشر ما قال الخبر قال الخبر عند قبر رسول الله هيا يلا الى قبر النبي صلى الله عليه وآله حتى اجتمع الناس خلق كبير صاح يا اعلى يذرب بلايا امقام لكم بها قتل الحسين اين فادمعي مدرار الجسم مين هو بكربلاء مدرج والرسمي انه على القناة يدار يقول بينما انا كذلك واذا بامرأة عجوز على كتفها طفل جاءت تشق الصفوف ويتنادي قف ايها الناعي قف ايها الناعي يقول وغفت سألت عنها من هذه قال هذه ام العباس واخوتي هذا ام البنين جاءت ويتصيح يا نايا اسب الله دف رجولا دف رجولا يا ابسايل واستمع قولا ايه يوم اللي التقى وذولا وذولا عباس راح زود يا ايه يولا ايه يحبس راح زود يا ايه والله ما قصره هذولا يا 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 كنا يا فلي فد وارواحهم لخوم الحسين قدموا يقول عند ذلك قلت لها عظم الله لك الاجر بعبد الله بعون بجعفر قالت يا هذا لقد قطعتني ايات قلبي ما سألتك عنهم اسأل عن الحسين اهو سالم يقول عجيب انا جاي انا عن الحسين اقول يا اهل يا اثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين اكثر من هذا شنو بعد تبين ان هذه مذهولة عقلها ليس معها يقول قلت لها عظم الله لك الاجر باب الفاض فلقد قطعت يداه ضربوه بسهم على عينه فضخوا رأسه بعمود من حديد يقول رأيت كثفها انهدل انهدل سقطت فضل ابن العباس سقطت هي على الارض اخذت تحص التراب على رأسها قالت يا ايها الناعي لقد قطعتنيات قلبي انا اسعلك عن الحسين فليذهب سبعون من عبي الفضل فداء للحسين قلت لها يا ام البدين عظم الله لك الاجر بابي عبد الله فلقد صعد شمرون على صدره وقد طعوه الضبع وجاجح ورفع رأسه على رأس رمح طويل يقول رأيتها اقبي عليها بعد ان صرخت صرخه واولداه واحسين زينب زينب اخذت التفاته ما خلت المدينة المدينة ما خلت من اهلها مو بشير ابن حذلب جابهم عند النبي عند قبر النبي هو راحت دخلت اخذت التفاته مع زين العابدين وان دخلت دخلت الى دار الحسين رأتها خالية من انواره الله لا يفقد لكم عزيز ها اذا فقدنا عزيز يقول والله هني قعدنا هني تكلمنا هني ضحكنا هني كذا ها زينب دخلت الى دار الحسين رأتها خالية من انواره موحشة مظلمة والله صاحت صوت عايا فاجد الاحباب الاحباب والله شموحشة يا دار الاطيام اي بها الحال لن صيح ورايا يا 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 ورايا البايا انا معباس جيت جلات فترين تقول الرواية صاحت صادقو من تلقنها تلقنها يا 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 هذ ام البنين الراحمن صنادي دربعه بالحرايا يا اي بنا يا فيقين لما فتحت الباب وقعت عينه زينب على ام البنين زينب صحت واخاه وعباسه ام البنين صاحت وولداه وحسيناه تقول الرواية كانت ام البنين تأتي في كل يوم تجلس بالبقيع بين قبور خمسة الا لها يا ام البنين اولادك اربعة هذا القبر الخامس لمن قالت لي ولدي الحسين فانه ولدي هذا ولدي الحسين ويكي لان تدعو ايان ام البني تذكرني باليؤوث العري قد كان لي بنينا اربعان واليوم ليس لي من باياني كربلا لازلت كربا وبلا يا الله اخواني عندنا توسل بام البنين توسل بالصلاة على محمد وآل محمد فلنستمع مع الاخ جزاكم الله خير على العادة السنوية كما هي صلوا على محمد وآل محمد ايه كلكم سمعتوا اللي صار على زينب كلكم دريتوا اللي صار على زينب واللي صار على ام البنين واللي صار على ابو الفضل العباس وشلون عور قلب زينبها بس ام البنين كل ما سمعت انتو تصيحون وتنادون يا ام البنين تبجي ترى ترى ما تتحمل تسمع منكم هذا الاسم شا تقول تقول لا تدعوا ام البنين فتذكرين باليوث العريين كانت ليوث لي ادعاك بهم واليوم اصبحت ولا من بنيين اربعة مثل نسور الربا اش فيهم يا ام البنين تقول قد واصلوا الموت بقطع الوتين زين ام البنين شلون على العباس تقول يا ليت شعري اكما اخبراني عباس انقطيع اليدين نين المنادي ومصيبة وعباس ابي اقرألك ابيات بس ابي اشوف دموعك نازلة ترى هذه الدموع تطفي حرارة قلب الزهرة واتقطع على حرارة قلب ام البنين صح ونادي وعباس ايه انا بنقلك الحين انت دريت ان زينب وصلت الى المدينة انا بياخذك وياي اوديك للمدينة هالمرة انت تبي تستقبل ابو الفضل العباس وابو الفضل العباس هو يستقبل زينب شوف شوف شلون تتصور لك هذه الحالة يقول ابو الفضل تعنى اليوم تعنى اشلان من عنوى طلع منك يا اربل ابل ازنود وفي راسه اثر طبرة العذر الى الله وإليك يا صاحب الزمان قل صاد قبر امه ونواح وزاري النبي من قبله لكن عباس سمع صوته صوت من يا ابو الفضل من سمعت صوته يقول سمع صوته ينادي 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 يما يا عباس انا امك فاطمة الزهرة اهلا وسهلا يما بس مو هذا حال انا استقبل اشفيه اخجل اخجل اشوفيني بهذا الحال قلت وايالي 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 يا ابو الفضل يا عباس اريدك تسمع باخبار من هالجار حماي ابره تراني يما شفتي بكربلة تقول تراني بكربلة من القاع لقيت الاصبع القصاصح ونادي وحسينة وحسينة ومن يم شاط شاليت لقيت الازنود اللي قصوها يا ابو فاضل ترى الاحزان من الراس شيبت لجن قل لي يا ابو فاضل هاي اما عندك مسألة انا حاضر انا خادمك عبدك وبين ايديك يا امي يا فاطمة تقول لجن قل لي يا ابو فاضل عن الخدر اللي صانيته ايه تدري تدري خدر زينب تدري تدري اش صار على زينب خل العباس ينقلها لي فاطمة تقول لجن سئلك عن خدر زينب والاخمار اللي حفظيته هاي صار على زينب ان شاء الله بخير هي وديعتك وديعتك يا ابو الفاضل تقول تراهم دللت حدر عساها بخير يروب نعمة اذا ما عندك دمعة الحين ان شاء الله الدمعة تنزل ان شاء الله صار بحال العباس انت تسمع هذا الكلام من فاطمة والكلام موجه الى ابو الفاضل العذر الى الله وإليك يا صاحب الزمان يقولوا من عين السهم بها بجاء عباس ونزل دمعة ينادي يم 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 يا فاطمة علي خفف العتبة والله يم 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 ترى يوم ان يم زينب محد للخدر شافة ايو والأولاج من ضربة والهام وتلقى الرأس عامودة ومن طب السهم ليا وابن الصفة دي لم يتا انسبت زينب وهم للشام واسفة تراهم اخذاغة ومن طبرة ونحر الحسين ما تنزينا بشي قفساطة صح ونادي وحسينة ايو فيه فيه اخبار فيه اخبار ابو الفضل العباس عنده بعد شنو عندك يقول اخ برج يما بالصاير ترى العدوان شتمها وسلبة ومنها هامل اقنا وحق لنذال وداها وتراهي وقفت بمجلس رجل صاغم بن امي وكاهي جاية جات وصلت وصلت زينب اهلا وسهلا يا زينب وكاهي جاية من بعيد تجر الونا بالونا قامي امي زهرة نساعدها على البيئة ومن الطيبة زينب جاءت ادخلت زينب شنو تصور حال ام البنين الحين وحال امها الزهرة باستقبالها تقول تلكنها النسى بصرخة تنعم البنين حسينة وتلطم عينها الزهرة وتلاقن وتلاقن والذاتش اليوم وصار الناح والحسرة على حسين وابو فاضل على حسين وابو فاضل وعلى احباب والنصرة لكن الامر لله وعلى ظالم آل محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وسيعلم القوم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين كما تعودنا في السنين السابقة من أطفال وكبار وشيوخ وشباب ونساء من أيام الله يحفظ الشيخ حسين الفهيد اللي يسألكم الدعاء مثل هذه الليالي وهو صاحب مثل هذه الليلة هو اللي كان يحييها فلا تنسونا ولا تخلونا من الدعاء وكلكم إن شاء الله أهل الدعاء ولكم ولقضاء حوائجكم وأحسن شيء نهدي لأم البنين صلوات الله عليها في مثل هذه الليلة هي الصلاة على محمد وآل محمد لتفريج الهموم ودفع الكروب وشفاء المرضى وقضاء الحوائج فلا تخلونا إن شاء الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل 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 محمد يكفكم بالدعاء لا تنسونا من كان له حق عليكم أباؤكم أمهاتكم أخوانكم المؤمنين من كانوا معكم في هذا المجلس والآن واليوم هم تحت التراب ولا ندري نسأل الله العودة والسلامة والخدمة والبقاء على حب وولاية أمير المؤمنين وخدمة المولى أبا عبد الله الحسين أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 نقسم عليك بصاحبة هذه الليلة شريكة زينب بالعزاء أم البنين يا وجيهتين عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهتين عند الله اشفعي لنا عند الله اشفعي لنا عند الله اشفعي لنا بقضاء حوائجنا وحوائج المؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد ولمن قضى من هذا المجلس المبارك وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات المؤسسين تقبل منهم بأحسن القبول إخواني الحاضرين أخواتي الحاضرات لا تنسونا من الدعاء اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات واقضي حاجاتهم وارحم موتاهم ببركة وحرمة الصلاة على محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة